تريد تيجي الألمانية بطريقة نظامية بدون تهريب بدون مخاطر التهريب وتحصل إقامة دائمية وجنسية إذن أنت بالمكان الصحيح لأن بهذا الفيديو رح أشرح قانون الهجرة الألماني الجديد اللي أقرى البرلمان الألماني البندستاك بسنة 2019 ورح يطبقوه بشهر الثالث 2020 فخليكم وياي طبعا قانون الهجرة الجديد اللي أقرأته الحكومة الألمانية هو طريق جديد للهجرة بديل عن طريق التهريب اللي بيمخاطر بالأرواح وصرفه فلوس كل شهواية أقرأت الحكومة الألمانية حتى هي تختار منو يهاجر إلها مو اللي هاجر إلها يختارها اليوم راح أشرح شنو هو هذا القانون وعلى من ينطبق وشلون تقدر تقدم على هذا القانون طبعا مصدر كلامي كليته اللي هو المكتب الاتحادي اللي هجروا اللاجئين اللي يسمى بالألماني بندستانت فرميغاتسيون الفلوشلينجة قرأت القانون بموقعهم الرسمي باللغة الألمانية وافتهمتها وهس راح أشرح لكم إياه طبعا لأن ألمانيا بلد صناعي شبير وتحتاج وهوية أيادة عاملة فسنة هذا القانون حتى تختار الناس اللي يجوها بالشروط اللي تعجبها واللي تعجبهم ومثل ما تعرفون ألمانيا بلد صناعي يحتاج إلى 200 ألف شخص كل سنة وهذولا الميتين ألف شخص راح يجون عن طريق هذا القانون وسبب آخر لسن هذا القانون أنه ألمانيا بلد عجوز لأنه 70% من سكانه مسنين وعمرهم فوق السبعين سنة فهذولا لمن يطلعون تقاعد راح توقف عجلة الأمور والبلد راح يوقف ما راح تمشي الحياة بهذا البلد فيحتاجون إلى طاقة وإلى شباب وإلى دماء جديدة فسنوا قانون الهجرة الجديد وسنوا إياه قانون الحد الأدنى من الأجور اللي هو 9.5 يورو بالساعة الوحدة يعني أنت تخيل 9.5 يورو بالساعة الوحدة إذا تشتغلط من ساعة باليوم إذا قد ممكن يكون راتبك هذا الحد الأدنى للأجور القانون قانون الهجرة الجديد وافقوا عليه يوم 28.06.2019 وراح يتم العمل بيه يوم 1.03.2020 لكن هذا القانون يكون ساري لثلاث سنين فقط وهم يشوفون حسب حاجتهم إليه يمددوه أو يبقوا ثابت فأنت حاول تستغل الفرصة وتقدم عن طريق هذا القانون وهسه نجي للشروط لكن قبل ما نبلش بالشروط راح أحتاج إلى حلقة خاصة أقدر أكمل بها فقرات هذا القانون لأنه هذا القانون كلش طويل فاليوم راح أحكي على صورة عامة طبعا القانون يشمل كل الناس اللي عندها شهادات بداءا من شهادة الإعدادية وراحش راحش لون ممكن راح يستغلها إلى شهادة البكالوريوس إلى شهادات الطبية والشهادات الهندسية وخصوصا هندسة الإلكترونيات أو هندسة الحاسوب اللي عليها طلب كلش قوي هنا وهسه نجي للشروط لكن قبل لا أبلش بالشروط راح أحتاج فيديو آخر أوضح بيه بقية بنود القانون لأن البنود كلش طويلة وما يكفيها فيديو واحد وفيديو خاص أيضا أشرح بيشتون الواحد يقدم على الفيزا بالقنصلية اللي هي قريبة على منطقة سكنة الشروط حبايبي لازم الواحد يكون عنده شهادة ويكون عنده خبرة بمجال عمله مثلا مهندس عنده خبرة طبعا الخبرة راح تخلي ملفه يتقدم أكثر عن غيره أو إذا كان حتى لو كان نجار وعنده خبرة بمجال عمله فصدقوني بألمانيا كل شي مطلوب النجار الحداد وكل المهن الحرفية الأخرى ولازم يكون عنده مستوى لغة ألمانية بيوان ومثل ما تعرفون اللي يتكون من ست مستويات اللي هي راح أسهل الأمر عليكم اللغة المية تتكون من ست مستويات مستوى بيوان هو المستوى الثالث يعني المستوى الوسطي وبخصوص هذا الموضوع أنا أقدر أساعدكم وشون تتعلمون اللغة الألمانية إذا أردتوا عن طريق اليوتيوب وإذا أردتوا مثلا واحد يقدر يقدر يقدم عن طريق معاهد موجودة بمنطقة سكنك أو قريبة عليك مثل معهد جوتا اللي هو موجود حتى ببغداد وبهوائي محافظات عراقية وبدول عربية أخرى أو معهد تلك اللي أتصور موجودة بأماكن أقل من ما انتشار معهد جوتا طبعا التلك أنا أنصح به أكثر بس إذا كان متاح قدامك فقط الجوتا روح وإذا كان التلك متاح قدامك فوقف كل شي روح تشايت عليه لأن امتحانه أسهل والشهادته أقوى الشرط الآخر أصدقائي لازم الواحد يكون عنده حساب مصرفي الكتروني وبيرصيد بين الأربعة آلاف أيرو إلى خمسة آلاف أيرو هذا الرصيد الحكومة الألمانية راح تتخذه كضمان لما يوصل المتقدم على الطلب لما يوصل إحنانه تتخذ الحكومة الألمانية كضمان وتصرف عليه إذا كان عاطل عن العمل أو إذا ما قدر يلقى شغل بهاي الفترة اللي هو وضل بيها اللي مدة ستة شهر وسنجي لشرط الآخر لازم تكون شاهدتك معترف بيها فشون تخلي معاملة الاعتراف مالتها أنا راح أشرح فيديو خاص وشلون تقدم على تعديل الشهادة وتخليهم يعترفون بيها إهنانه بس مبدئياً تترجم شهادتك للغة الألمانية وتدزها لهنانه بالبريد الدائرة من الدوار الحكومية وتنتظر لمدة شهرين وتدفع مبلغ معين كلها راح أشرح عليها بحلقة طبعاً الخبر الحلو أن الشهادات العراقية هنا أنا معترف بيها والدليل أنا عندي باكالوريوس لغة إنجليزية والحمد لله تم الاعتراف بشهادتي بدون ما سوي أي امتحان هنا وبعد ما تحصل على الفيزة راح تكون مدتها ست شهر بعد ست شهر إذا ما تشتلاقي شغل راح للأسف يتم ترحيلك إلى بلدك أو يرجعك لبلدك لأنهما محتاجين أياد عامل محتاجين ناس عندها شغل وعندها شهادات فأنا متأكد أنه راح تلقون شغل بهاي ست شهر لأنه ألمانيا بيها فرص عمل أكثر من عدد البشر الموجودين بيها ما تدخلون شنو من فرص عمل بيها وإذا حبيت بعد ما توصل هنا تقدر تترسل إيايا على عنوين مواقع التواصل الاجتماعي مالتي اللي موجودة لجوه وأنا راح أساعدك بها شون تلقى عمل راح أساعدك بمواقع الأونلاين ما البحث عن عمل ورح أكون حاضر أن أقدم كل أنواع المساعدة اللي أقدر أقدمها لأن الصراحة مساعدة الناس هي فتشي كل جميل وأنا شنت أفتقدة لأن أول ما جيت الألمانيا ما حتساعدني ولا حتقدم لي أي فكرة أو أي فرصة كل شي سويتها وحدي واعتمدل على نفسي به نقطة أخرى أيضا جدا مهمة بالنسبة للطلاب اللي عندهم فقط شهادات سادس أعدادي وكان عمرهم مناسب يعني ممكن لشكبار بالعمر فقدامكم فرصة ذهبية أنه تستغلها وتجول لهنانا لشلون تكون هالفرصة الذهبية أنت راح تكون عندك شهادة سادس أعدادي حتكون معدلها ومترجمها وإلى آخره وحيكون عندك مستوى لغة أقل شي بي وان اللي هو المستوى الثالث لما نتقدم على فيزا لا تقدم على فيزا عمل قدم على فيزا التدريب مهني التدريب المهني شنو؟ التدريب المهني حق لك يتقدم عليه إذا كان عندك شهادة سادس أعدادي ممكن بحالات معينة إذا كان عندك شهادة متوسطة فبالنسبة للسادس الأعدادي تقدم على تدريب مهني بالفيزا ومن تنقبل وتجي لهنانا راح تسوي التدريب المهني شنو التدريب المهني اللي هنانا يسموه هو عبارة عن تدريب مهني عبارة عن شغل ودراسة بنفس الوقت شغل يكفيك المصاري في الحياة ومصاري في الدراسة ويزيد من عندها ودراسة بمجال معين أنت ممكن تستفاد من عندها وتحصل خبرة وهنانا بألمانيا ما تقدر تشتغل بمصرف إذا ما عندك شهدت دراسة مهنية ما تقدر تصير ممرض إذا ما عندك دراسة مهنية تخيلوا حتى ما تقدر تشتغل بالعمالة إذا ما عندك دراسة مهنية وهاي موفد شي صعب وأكثر الناس يفضلون الدراسة المهنية على حتى الدراسة الجامعية لأنه اللي يخلص دراسة مهنية ممكن يلقى شغل بطريقة أسرع من اللي يخلصها دراسة جامعية فلذلك أنا أنصح الناس أنه تقدم على الدراسة المهنية اللي هو الأوسبلدونغ ويجول لهنانا بألمانيا وحتى التبس تكمل دراسة مهنية وراء ثلاث سنين أكو امتحان مع الدراسة المهنية إذا نجحت بي رح تأخذ شهادة هاي الشهادة أولا تكفل لك حياة كريمة وراتب عالي ومجال معين تشتغل بي سواء كان ممرض برمجي ما الإلكترونيات حلاق طباخ نجار محاسب مصرفي إلى آخره ورح تكون عندك شهادة معترف بيها بدرجة أولى تقدر تشتغل بيها حتى خارج ألمانيا تقدر تشتغل بيها بالدول العربية الراقية مثل الإمارات على سبيل المثال وتأخذ راتب كلش عالي تقدر تشتغل بيها بدول أوروبية أخرى بريطانيا فرنسا اسبانيا وبكل دول العالم تقريبا لأنه رح تستلم شهادة ألمانية قوية ومعترف بيها وبنفس الوقت رح تسهلك أمور بقائك بهذا البلد لأنه الألمان أصلا ما يحبون واحد يبقى وما يسوي شغل أو ما يدرس الألمان ربهم ودينهم الدراسة والعمل التقديم على قانون الهجرة الجديد إيش لون يكون التقديم بعد ما تكون مترجم كل أوراقك ومصدقها ومعدلها يعني مترجمها للغة الألمانية ومعدلها وموافقين على تعديل الشهادة مالتك أو شهادات الخبرة اللي هي عندك تروح الأقرب قنصلية عليك مثلا إذا أنت ببغداد شوف السفارة أو القنصلية أو إذا أنت بأربيل أكو قنصلية أعتقد أما بالبكانات الوسطى والجنوبية بالعراق ما أعرف وكذلك بالدول العربية الأخرى تأخذ كل الأوراق ماتك وتروح للقنصلية بدون ما تروح لأي سماسرة أو لأي مكاتب وسطاء يأخذوا من عندك أجور قد توصل إلى 34000 دولار والله شنو؟ إحنا نقدم لك على فيزا ويسأوا نفسهم أصحاب فضل عليك فأنت روح بشهادتك ما اللغة الألمانية وبشهادتك اللي أنت مترجمها ومصدقها وروح للقنصلية وفوت بكل ثقة وقل لهم أنا أريد أهاجر الألمانية لأجل دراسة مهنية أو لأجل شغل وذا قلت دراسة مهنية راح تكون فرصة كلش قوية لأنه هم كلش يحبون اللي يسوي دراسة مهنية اللي أنا شرحت عليها قبل فتروح وبالقنصلية وتقدم الطلب وأهم شيء ما تذكر أنه أنت جاي على موت اللجوء لأنه بس تقول لجوء راح تنرفض وراح تعبك كله يروح بالشاط والفترة اللي قضيتها بالدراسة أيضا تروح بالشاط فنصيحة لكم استغلوا الفرصة وقدموا بأسرع وقت ومثل ما قلت بعد ما تجي لهنانا راح ينطوك فترة لمدة 6 شهر اللي هي فترة تلفيزة وبس تلقي شغل مثلا لقيت شغله بعقدة بالعشر سنين ينطوك إقامة عشر سنين بس أنت خلال خمس سنين تحصل إقامة مفتوحة وخلال ثمانة سنين تحصل على إقامة تحصل على جنسية وأني شارح أشلون شروط التحصيل على الجنسية بالفيديوهات أخرى بالقناة مالتي فحاولوا تشوفوها أو اشتركوا بقناتي حتى تشوفون الأشياء اللي راح نزلها بالمستقبل والأشياء اللي شارحها نقطة أخرى جدا مهمة بالنسبة للأشخاص اللي عندهم شهادات هندسة التكنولوجيا المعلومات أو هندسة الحاسبات أو أي خبرة بمجال الآي تي ولغات البرمجة والسي بلاس بلاس والأش تي أم آل والإلى آخره هاي المجموعة من الناس عندهم فرص كلش قوية بالجاية الألمانية وخصوصا عن طريق هذا القانون أول شي أنتوا مجالكم يعتمد على اللغة الإنجليزية ولذلك ما مطلب من عندكم لغة ألمانية أو مطلب من عندكم شوية لغة ألمانية يعني أدوبك هلو شلونك بيش هذا بيش ديش يعني شغلات تعتمد بالحياة العامة ما محتاجين منكم تعمق أو مستوى متوسط فالشي كلش بسيط مطلبين كلش جماعة الآيتي والإلكترونيات لأنه كلش بهذا البلد عبارة عن رقضي وعبارة عن برمجة وعبارة عن تكنولوجيا يعني تخيلوا أكثر من نص الألمان ما يدفعون كاش فلوس ويرجع لهم الباقي لا يدفعون البطاقات المصرفية وأني من ضمنهم إذن كل شي رقمي وكل شي إليه علاقة بالرقمنة اللي هم يسموه الديكتاليزيغونغ علي طلب كلش قوي هنا ونفس الشي بالنسبة للمصممين والمبرمجين لأن الدعايات هنا كلش قوي شغلها والتصميم وإنتاج الأفلام وإنتاج الموسيقى يعني يكون مستقبل كلش حلو ينتظر هاي الفئة من الناس وبالنسبة للمجموعات الطبية مثلا طب طب عام تمريض طب أسنان صيدلة إلى آخره أكو طلب كلش قوي عليكم بألمانيا لأنه ألمانيا مثلا للطبيب تدفع لراتب 4000 أورو وهذا الراتب يعتبر هنا قليل فشي سوون لطباء الألمان يروحون يسافرون إلى دول جوار أخرى مثلا بلجيكة لأنه الراتب هناك أعلى بهواية فبالنسبة لهم هذا الراتب قليل بس بالنسبة لأطباء اللي بالعراق 4000 يورو بالشهر مو ذاك الراتب القليل بالعكس كلش حلو يعني تخيل راتب الطبيب هنا 6 ملايين دينار الـ 4000 أورو 6 ملايين دينار عراقي وكذلك نفس الشي بالنسبة للممرضين وبالنسبة للصيادلة فألمانيا لأنه بيها هجرة أطباء إلى الدول الإسكندنافية إلى هولندا إلى بلجيكة فشروط تقديم الطبيب أو جماعة المجموعة الطبية صيدلة طب أسنان تمريض إلى آخره شروطهم تصير سهلة ومو صعبة مثل بقية الدول الأخرى فأيضا استغلوا الفرصة وحاولوا تجون لهنا بأسرع وقت المطلوب منعتكم فقط لغة زاء التعديل الشهادة زاء التقديم والباقي كلية سهل والشغل هنا موجود وجدا مبذول وأني مستعدة ساعدكم وبأي نوع من المساعدة تريدوها حتى أوجهكم وشون واحد دوره على عمل وشون واحد يقدم على فيزا بس خليكم وياي بقناتي لأنه راح أشرح كل هاي التفاصيل وبالنسبة للأشخاص اللي أعمارهم فوق الـ 45 سنة فهاي الفئة من الأشخاص ممنوع يجون يقدمون على فيزا دراسية لهنانة عن طريق قانون الهجرة أما عن طرق أخرى ما أعرف وهاي مو موضوعي اليوم فممنوع هاي الأشخاص يجون يقدمون على دراسة عن طريق هذا القانون أي دراسة مهنية وأنا ما قدامهم طريق واحد لازم تكون لديهم شهادات قوية ومعترف بيها وخبرة طويلة ولازم يجون عن طريق حصولهم على عمل لهنانة يعني أنت تكون عندك مستولغة وتكون معدل شهادتك وتكون مدور على شغل هنا ولقي شغل من تلقي الشغل تأخذ عقد العمل اللي راح تحصله أونلاين وتروح على القنصلية أو تروح على السفارة اللي قريبة عليك وتقول لهم هيتش وهيتش السالفة وأريد أهاجر للمانيا لأنه لقيت شغل وطبعا ضايفين شرط آخر لازم يكون الشغل اللي أنت لقيه براتب لا يقل عن 3800 يورو وهذا الراتب يعني موفد شي مستحي لأنه الواحد يحصله هنا صح صعب بس ممكن تلقيه هيتش فرصة عمل أكو هواية خصوصا اللي يعدهم شهادات وليعدهم خبرات عالية وبالنهاية كل شخص متزوج ممكن يجيب أفراد عائلتوية إذا حصل فيزا عن طريق قانون الهجرة الجديد بس الشرط الوحيد لازم يكون هو اللي يتكفل بمصاريفهم الخاصة ما يقدم على مساعدات إنسانية هنا أو ما يعرف بيه أو مساعدات هاراتس فهذا كل ما كان يتعلق بالقانون وبالنسبة إلي راح أشرح لكم عن الأشياء اللي قلتها مثلا طريقة التقديم على القانون طريقة تعلم اللغة طريقة تعديل الشهادات كل واحدة راح أنزل بها حلقة خاصة فأتمنى منعتكم تساون لايك للفيديو مالتي حتى تساعدوني كدعم وتساون سبسكرايب بالقناة وتفعلون الجرس حتى يوصلكم كل شي جديد وحتى تكونون على تواصل ويا الأشياء راح أنزلها بالمستقبل اللي هي كل شي راح تفيدكم وأنا ما رد أي شي بالمقابل غير بس أريد فاعدت الكل وتحياتي لكم وإن شاء الله تتحقق كل أمنياتكم وباي باي حبايبي